أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج أوراش بربطة أن برنامج أوراش بلغ عمليا مرحلة التفعيل أدقنا على مختلف الوطائق لكي يخدموا اللجنة الجهوية واللجنة الإقليمية التي سيصهروا على تنفيذ الأوراش الدلائل والمساطر واللجنة الجهوية واللجنة الإقليمية وكيف يداروا طلبات العروض وكيف تنتقلوا الجمعيات وكيف تنتقلوا التعاونيات كيف تختاروا المقاولات التي تضرروا من أزمة كوفيد وكيف تختاروا كذلك الشرائح التي ستستفد من البرنامج أوراش إذن نقول لكم أنه ابتداء من اليوم عمليين كما تم التوقيع على اتفاقية مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات تحدد أوجها كل إنفاق على حدة كما أن هذه الاتفاقية تحظى بأهمية كبيرة في مصاري تفعيل برنامج أوراش هذا الهدف من هذه الاتفاقية وهو تفعيل هذا البرنامج الأوراش كما تعرفه طرع انتلاق قد يدو سيد رئيس الحكومة إن شاء الله نحن نبدو في التفعيل على أرض الواقعة لهذا البرنامج ويشمل برنامج أوراش عشرة أقاليم في مرحلة أولى في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة ترجمة نانسي قنقر